موسيقى موسيقى أهلا أحبانا المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور في هذه الحلقة سنواصل لدراستنا عن نفس الموضوع كلمنا في الحلقة اللي مضت عن سر التجسد الإلهي واكتشفنا أن هذا السر أعلن لنا من خلال مجيء يسوع المسيح اللي تجسد في ملء الزمان تجسد من المطوبة مريم العذراء وأيضا ولد تحت النموس حتى يفتدينا من كل خطية ومن كل لعني وشفنا أنه هذا التجسد مهم جداً لأنه لازم يعني يتجسد على أساس في شخص يحمل الطبيعتان الإلهية والإنسانية حتى يكون شخص كامل ويقدم كفارة ويقدم خلاص كامل لأن المسيح هو الوحيد بلا خطية والمسيح هو الذي استطاع أن يكفر عن خطايا كل البشرية هذا سر لكن أعلن لنا وأنه يليق بكرامة الله لأنه ضروري لخلاصنا ولمنفعتنا أيضاً ولأنه التعبير عن الحب الإلهي أن الله فعلاً يحبنا ولأنه ما فيش أي وسيلة تانية ولا في أي طريقة ممكن نصل فيها لأله إلا من خلال تجسد المسيح اللي اجتمعت فيه التوازن الصفات الإلهية بين العدالة والرحمة بين القداسة والمحبة فالمسيح هو اللي صنع هذا التوازن من ناحية حتى يرضي الله من ناحية تانية حتى لا يهلك كل من يؤمن به وكل الغرض لخلاص البشرية في هذه الحلقة رح نتكلم عن ما هو الغرض من التجسد وأنا بصلي أنه الرب يفتح أزهاننا وعيوننا وقلوبنا أيضاً لنفهم الكتب ورح نشوف البركات اللي اللي الغرض منها تجسد المسيح وجاء إلينا أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون بركة لحياتك وفي نفس الوقت ادعو آخرين حتى يستفيدوا ويتباركوا من خلال هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا مشاهدينا في هذه الحلقة رح نتكلم عن ما هو الغرض من التجسد في هذه الحلقة رح نشوف أهداف وأسباب كتير للتجسد وهي بحد ذاتها بركات إحنا بنستفيد وبننتفع منها أحبائي إن التجسد يعتبر معجزة المعجزات أي إنه الله تخذ جسداً في ملء الزمان إذ أظهر محبة لنا وأيضاً انكشف السر وأعلن لنا إن مشكلة المشاكل هي الخطية رأينا أن علاج الخطية هو عن طريق الفداء إذ أن يسوع المسيح له الطبيعتين الإلهية والإنسانية لكي يقدم خلاص كامل للبشرية ومن ناحية أخرى لكي يرضي بل يوفي المطالب والعدالة الإلهية لقد رأينا أن التجسد يليق بكرامة الله لأنه مهم وضرورة لخلاص الإنسان إذ اقترب الله إلينا فلا يعقل أن أحاسبه أو أطالبه أو أتعالى بفكري على طريقته وإن كان هذا فوق العقل هذا لا يعني أنه ضد العقل والمنطق إن من أهم أسباب التجسد هو أولا حل قضية الفداء المعقدة لقد عجز الإنسان للوصول لله فهو خاطئ ومحكوم عليه بالقضاء وهالك أيضا والكتاب واضح إذ يقول أجرة الخطية هي موت لأنه لا بأعمال صالحة ولا بر ولا تقوى ولا حتى ذبائح تكفر عنا وتوصلنا بالله فالله اختار طريقته هو ولقد أخذ زمام المبادرة لخلاص الإنسان وذلك عن طريق التجسد ليكون إنسان كامل وإله كامل لكي يجمع كما ذكرت بين الصفات التوازن التام العدالة مع المحبة القداسة مع الرحمة فيسوع المسيح الكامل اللي استطاع أن يرضي ويشبع قلب الله إن الحدف من التجسد هو فداء الإنسان إذ دفع ثمنا باهظا فينا مكتوب عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم لاحظ افتدينا لا بأشياء تفنى بل بدم يسوع المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم أحبائي مكتوب أيضا أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم شيء تاني المسيح تجسد لينوب عن البشرية ولكي يكون الذبيحة البدلية في تقديم الإنسان الكامل لقد تنبأ إشعياء النبي قبل أكثر من سبعمائة سنة قائلا لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شوفينا كلنا كغنى من ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه أي على المسيح إثم جميعنا أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح من أجل أنه سكى بال الموت نفسه وأحصي مع آثامة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين ثم نرى في العهد الجديد تتميم لهذه النبوة لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ثم أحبائي يقول عنه رسول بطرس الذي حمل هو نفسه خطيان في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم مات المسيح على الصليب كفارة لخطيانا وكان موته بديليا ونيابيا لهذا كان من الضروري أن يكون المسيح إنسانا كاملا ويموت ليأخذ مكاننا بل دفع هو عقاب ودين الخطية التي علينا لنتبرر أمام الله الديان العادل وليبذل نفسه فدية عن كثيرين لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين لقد تجسد المسيح لكي يخلصنا من الخطية والموت الأبدي لقد تجسد أقنوم الكلمة ليعالج الخطية ولكي يبطلها بذبيحة نفسه لأنه هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم هو حمل الله بلا عيب ولا دنس ولأنه كامل بدون خطية فهو الوحيد الكفيل أن تكون له الكفاءة كفاءة الفادي لأنه كامل ليقدم نفسه ذبيحة كاملة فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه ثالثا من أهم أسباب التجسد أيضا هو إرجاع الإنسان مرة أخرى إلى مكانته ورتبته الأولى التي سقط منها بالخطية وهذا عن طريق خلقه الإنسان الجديد واسترجاعه ورده من الفردوس المفقود إلى الفردوس المردود يعيدني للصورة التي خلقني من أجلها ففي السقوط انفصل آدم وفقد مكانته وهويته فالمسيح بالتجسد أراد أن يردنا إلى النموذج الأصلي ليظهر لي من أنا هويتي لقد اتحد بطبيعتنا الساقطة ليقيمها من سقطتها وضعفها ليعيد خلقها لتصير طبيعة مقدسة ولكي أكون على صورته مكتوب إن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لاحظوا معي دايما بيتكلم عن هذا المخطط منذ تأسيس أو قبل تأسيس العالم كل لخيرك ومنفعتك لكي فعلا يقوم بالعمل الكامل مكتوب لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق التجسد أيضا هو لتتميم خطة وهدف الله الأصلي للإنسان وهو بكل بساطة أن يتصلت على الخليقة مكتوب أخضعت كل شيء تحت قدميه لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق الكل كل شيء للكنيسة رابعا إن الغرض من التجسد هو لكي يكون الرب يسوع الممثل الرئيسي لنا عن طريق الطاعة لقد فشل آدم الأول وسقط في الخطية سقط في العسيان واجتاز الموت إلى الجميع من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع أي أخطأنا في آدم لأنه ممثل الجنس البشري القديم لاحظ معي فإذن كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطى هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع لكن آدم الأخير الإنسان الثاني نجح ولم يسقط في التجربة وأصبحنا فيه أي في المسيح هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا وآدم الأخير روحا محيا الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماء لقد جلبت خطية آدم الموت والفساد الروحي وطبيعة الخطاء انتقلت بذريا إلى ذريته كما عبر النبي داود ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمي لقد دخل الموت الروحي أي الانفصال عن الله والموت الجسدي أيضا وكما وضع للناس أن يموت مرة ثم بعد ذلك الدينون والموت الأبدي أي الموت الثاني أي الانفصال عن الله وأيضا العذاب الأبدي في بحيرة النار مكتوب وترح الموت والهاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة ترح في بحيرة النار لقد جلب آدم الأول الدينونة أما يسوع آدم الثاني أو الأخير جلب الفداء والحياة الأبدية أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلاً أحبائنا نواصل حديثنا عن ما هو الغرض من التجسد ورح أستمر أتكلم عن ما هي أسباب التجسد نمرة خمسة لكي يؤسس ملكوت جديد ملكوت الله على الإنسان ملكوت روحي لأن ملكوت الله ليس أكلاً وشرباً بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس هذا الملكوت يبتدئ بتتويج يسوع ملكاً ورباً وقبول مخلصاً شخصياً لنا ها إن ملكوت الله داخلكم يوماً ما عندما يرجع سيكون ملكوت الله يسود فيه السلام والبر لقد تكلم عنه يسوع في أعمال الرسل وهو يظهر لهم أربعين يوماً بعد القيامة ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله ولقد ورثنا هذا الملكوت مكتوب أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضل لا زنا ولا عبدت أوثان ولا فاصقون ولا مأبنون ولا مضاجعوا ذكور ولا صارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا تجسد المسيح ليؤسس ملكوت جديد فيه سلام وبر وفرح سادسا تجسد المسيح ليقدم لنا المثل الأعلى للكمال الإنساني هل يوجد نبي هل توجد شخصية عظيمة حكيم أو فيلسوف هل يوجد أي إنسان تحت الشمس استطاع أن يكون معجزة أخلاقية وأن يكون كامل أدبيا لا يوجد أحبائي المسيح علم الفضيلة والكمال ليس فقط بكلامه لكن في شخصه الطاهر المبارك ليكون مثالنا والقدوة التي نتمثل بها حتى يصبح أسلوب ونمط حياة نعيشه النسلك مثله من قال أنه ثابت فيه أنه كما سلك ذاك هكذا هكذا يسلك هو أيضا ثم نكون مثله مكتوب أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر كما عبر الرسول بولوس قائلا أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروئة من جميع الناس ظهرين ظهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة من مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية وأن نتشبه به مكتوب لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته سبعة جاء الرب يسوع ليتمم مشيئة الآب قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عملهم لاحظ عملة ذات وجهان الوجه الأول من العملة جاء المسيح ليتمم مشيئة الآب والوجه الآخر من ذات العملة ليكمل ليتمم مشيئته ما أعظمك يا رب كما قال يسوع لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أطلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير نعم أحبائي جاء المسيح ليعلن لنا عن أبوة الآب إن الله قريب وليس بعيد إنه آب محب ليس فقط الخالق والديان بل يحبنا ويريد الشاركة والعلاقة الحميمية معنا جاء ليعيد للعالم المحبة التي سقطت وحل مكانها الكراهية والعنف والقتل بداية من قائن لقد زرع المحبة رسالة المحبة بل هو المحبة المتجسد لأن الله محبة جاء ليظهر مجده قال يسوع أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته والآن مجدني أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم لكي يكون النمط لأجسادنا المفدية هكذا أيضا قيامة الأموات مكتوب يزرع في فساد ويقام في عدم فساد يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي ثامنا تجسد المسيح ليتعاطف معنا كرئيس كهنة مكتوب من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه نعم هو أمين ليكون ممثلنا وشفيعنا والجسر بين الله والإنسان نمرة تسعة لقد جاء يسوع لكي يكون الوسيط بين الله والناس لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح يسوع المسيح جاء المسيح أيضا ليدمر أعمال الشيطان وجاء لينقض أعماله ويدمر مملكته مكتوب من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه حقا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراء لملائكة كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم رفع في المجد أحبائي نحتاج كل العمر أن نتكلم عن سر التجسد والبركات التي حصلنا عليها عليها ابكوا معي سأواصل حديث بعد قليل وبهاي الفترة رح نفتح خطوط التلفون إذا عندك مداخلي أو سؤال فيك تتواصل معنا سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا ما هو الغرض من التجسد حقاً نحن على أرض مقدسة نحتاج كل الأبدية حتى ندرك هذا العمق وهذا السر الإلهي اللي أعلن لنا من خلال يسوع المسيح وصراحة أشعر بعجز أن أتكلم عن أهداف وأسباب التجسد في يوم من الأيام في الأبدية رح ندرك أمور أبعد وأعمق من عقولنا المحدودة أن ندرك لماذا يتجسد الله في صورة إنسان كامل وهذا فعلاً يحتاج إلى روح الله أن يعلن في داخلنا عن هذه الأمور العظيمة العظيمة جداً ندركها مش بالجسد لكن بالروح فإذا أحبائي التجسد برهن على صدق موعيد الله من نبوات الكثيرة التي تنبأت عن مجيئه فالتجسد هو سر خلاصنا جاء ليخلصنا من الخطي ولقد حمل خطيانا في جسده تجسد المسيح ليخلق عهد جديد بين الله والناس وليكون هو وسيط عهد جديد جاء ليكون هو الباب والطريق إلى السماء وإلى الآب وإلى الحياة الأبدية جاء ليحررنا من سلطان الموت ويبطل فاعليته جاء ليعطينا حياة أفضل جاء يسوع ليشهد للحق لأنه هو الحق جاء يسوع لكي يكون لنا أخا نحن البشر جاء لكي يكون ممكنا أن يطيع وأن يتألم بطبيعتنا نيابة عننا ويرثي لضعفاتنا لقد جاء يسوع من ذرية حسب الجسد جاء مولود من امرأة جاء ليتمم المصالحة بدم صليبه جاء المسيح ليكون شفيعنا جاء لننال التبني أي نصبح أولاد لله عن طريق قبولنا ليسوع المسيح أي يعطينا حق البنوية جاء المسيح ليعطينا ضمان الحياء الأبدية وقبول عطية الروح القدس إن الغرض من التجسد هو سكن الله مع الإنسان جاء المسيح أيضا ليفتدينا من لعنة النموس ومن عواقب ونتائج الخطي لقد فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه كفارة وذبيحة لأجلنا وبذل نفسه أعزائي إن إنكار التجسد هو إنكار لناسوت المسيح ومجيء في الجسد إنه إنكار لجوهر العقيدة وقلب المسيحية فالكنيسة حاربت البدع التي تنكر لاهوت المسيح ومجيء في الجسد كما قال الرسول يحنى بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم كما رأينا أحبائي فعلا نحتاج كل الأبدية لنشكر الرب على هذا العمل العظيم إذ أن سر التجسد هو كل لأجلنا أخيرا لقد تجسد المسيح وجاء مخلصا لكي يأتي ثانية عند مجيء الثاني لكي يكون ديانا حقا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا أنا أشكر الله كل الحياة كل العمر كل الأبدية أنه فعل المسيح هذا كله لأجلي أيعقل أسأل لماذا جاء المسيح وإن لم أفهم قضية التجسد وإن كان فوق إدراكي وفوق عقلي لكنه ليس مناقض للعقل فالله هو القادر على كل شيء خلصنا بطريقة هو له كل المجد أحبائي أحب أفتح التلفونات إذا في أي تعليق إذا في أي مداخل حول هذا الموضوع إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار من فضلك لا تتردد اتواصل معنا ومنحب فعلا نتواصل بهذا الموضوع الهام جدا خليني أخد المكالمة الأولى من الأخت نهال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت نهال أنت معانا على الهواء تفضل إيه طبعا بذكر حضرتك جدا يا أسيس نزار لأنك من كل قلبك بتشرح وبتفصل لنا كلنا غرض الله من التجسد لأنه فعلا من أهم المواضيع وخليني أقول هو مربط الفرس بمعنى أني أنا لو أمنت بالله أنه واحد لا شريكة له واعترضت على طريق التفكير في تقديم الخلاص يبقى إيماني لا ينفعني بالمرة هقولها تاني إيماني لا ينفعني بالمرة فإحنا عايزين نقوله بكل وضوح النهاردة لكل المشاهدين وبالذات لإخواتنا المسلمين اللي بنحبهم من كل قلبنا يعني أنا نفسي أقول ثلاث نوقات سريعة دمرة واحد إذا كان الله أخذ نفسه وأخذ سورة عبد هذا يزيد عظمة الله ولا يقلل من قدره على الإطلاق اتنين لو هو الغفور الرحيم زي ما إحنا بنقول اختار إنه هو يكون التجسد والصلب والموت بالطريقة دية فهو لا يسأل عن طرقه لأنه ما أبعد أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا ولو أنا فهمت بالكامل بمخ المحدود يبقى هو مش إليه على الإطلاق لكن زي ما قلنا هذا الأمر هو فوق العقل لكنه ليس ضد العقل فكما تعلو السمع عن الأرض هكذا تعلو أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا نمر ثلاثة غرض التجسد الأساسي بالإضافة لكل النقط الرائعة لحضرتك ذكرتها هو إعلان حب الله للبشرية يعني إحنا لما بنحب بعضنا بعض ومسلا باجي أقول الجوزي أنا بحبك موت ده مش حقيقي لأن في حبي لي ما وصلش أبدا لدرجة الموت لكن الله لكل المجد لما أحبنا مات لأجلنا عشان يدفع ثمان خطيانا ونتمتع إحنا بالخلاص وبالحياة الأبدية آخر حاجة بصلي من كل قلبي إن كل مشاهد بيشاهدنا يركن أي مسلمات طرع عليها وياخد قرار بترك روح اللي عند ويقول يا رب من فضلك فهمني فهمني وأخدع نفسك بالكامل وأنا متأكدة إن الرب لا يغض النظر أبدا عن أي حد مخلص وعايز يعرف الحق بس لو حضرتك يا أسيس نزار لو توضح بس 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 رعا إن اللي مات هو النسوت وليس اللهوت لأن الحتة جيبت أماضلة كبيرة قوي لأخواتنا والرب يباركك ربنا يباركك أخت نهال فعلا كفيت ووفيت في كل الأفكار اللي ذكرتها ربنا يحميك ويخليك ويباركك يا أخت نهال أنا في الحلقة اللي مضت شرحت طبعا أكتر عن فكرة النسوت واللهوت ومرتاني كما ذكرت أختي نهال بكرر إنه اللي مات على الصليب يسوع الإنسان لأنه اللهوت لا يحد لا يحد الله مال السماوات والأرض لكن الشيء الجميل يعني مثل ما مكتوب في كولوسي رسالة كولوسي يحل كل مل اللهوت فيه جسديا هذا مش معنا كل لهوت الله اتحدد في هذا الجسد حاشا فهو موجود في الإنسان ولكنه موجود في كل مكان وهو يدير الكون ويتعامل مع الكون وهو اللي متحكم ومتصلت وبيعمل مفيش إشي فاية عن عنيه والدليل إنه قال يسوع حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمي هناك أكون في الوسط وهذا واضح إنه إنه مش محدود باللهوت بينما ملايين الاجتماعات في نفس الوقت عم بتجتمع وعم بتصلي هو حاضر في كل اجتماع فلا نستطيع أن نجزئه ولا نستطيع أن نحدده فهو كامل مالي السماوات والأرض لكن الجمال والحلاوة في الموضوع إنه ما كانش فيه أي وسيلة أخرى ولا أي طريقة لتجمع بين الصفات الإلهي التوازن إنه شخص يحب لكن من ناحية التانية هو عادل لازم يدين الخطية إلا يسوع المسيح وهذا أعطى الكفاءة أن يكون الفادي الفادي من أجلنا ومثل ما ذكرت أختي نهال يمكن أنا ما شدتش عن نقطة لكن هي نقطة يعني كل الموضوع اللي هي محبة الله أنا تكلمت أنه يظهر أبوة الآب حتى يعلن لنا المحبة هذه المحبة موجودة في قبل الأزل لكن أعلنت بشكل كامل من خلال شخص يسوع المسيح يقول الكتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا كما قال محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة إنها محبة أبدية محبة أزلية محبة بغض النظر هي طبيعة الله منذ وجود الله محبته هي طبيعة الله أعلنت هذه المحبة من خلال يسوع المسيح عبر عليها بشكل جميل الرسول يحن يا أولادي انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله أحبنا حتى المنتهى أحبنا رغم خطيانا أحبنا هذه محبة الله الغير محدودة محبة الله الغير مشروطة هذه المحبة المنتصرة هذه المحبة التي تقدم ولا تحجم هذه المحبة مثل النور عندما تلمس تلمس كل نواحي الحياة فتشفينا جسديا ونفسيا وروحيا وعقليا إن أعظم شفاء بل أعظم دواء هو المحبة مسكين الإنسان اللي ما بيختبر هذه المحبة مش هنيك أحبة إحنا قلنا إنه سر لكن هذا السر أعلن لنا أعلن لنا إنه الله في ملء الزمان يتجسد ويأخذ صورة عبد ويموت على الصليب هذا لا يقلل من قيمة الله بل بالعكس يزيدنا تقديرا وامتنانا وعرفانا وشكرا وجميلا وتسبيحا وتهليلا لهذا الإله الذي أحبني رغم خطيائي اسمع ما قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباء وعندما تكلم الرسول يحنى قال ونحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة هذه المحبة الإلهية هذه المحبة الشافية المحبة الغافرة المحبة المضحية المحبة المخلصة صدقوني العالم يحتاج إلى المحبة لا أنسى لا يعني يوم يمكن ذكرت عن هذه القصة من قبل أخت من خلفية إسلامية صرخت في المطار ونادت علي قالت لي اللي بيجذبني بالكتاب أو بكلامك هو محبة يسوع المسيح هذه المحبة مش موجودة في أي مكان خليني أسألك سؤال هل قال لك أي نبي أنا أحبك قال المسيح إنه بحبنا ومش بس كلاما بل ضحى من أجلنا مش بس كلام كما هو مكتوب لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وأما المحبة فلتكن بلا رياء أحب بعضكم بعض بقلب طاهر وبشدة هاي المحبة من الله طبعا إحنا المثل بالشرق الأوسط معروف الله يحب الذين يحبونه شو نوع هاي المحبة هاي محبة مصالح هاي محبة ناقصة هاي محبة كأنه الله هو إله مزاجي وعنده أطباع بتختلف عن أطباعنا قال يسوع إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس الخطاط يفعلون هكذا طب ما العالم بحب خاصته وبحب اللي بحبه لكن المسيح أحبنا بغض النظر ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا وهذه عظمة التجسد أظهرت لنا المحبة الإلهية بكمالها في شخص المسيح يسوع خليني أخد مكالمة أهلا وسهلا أبو مهند انت معانا على الهوى فضل أبو مهند مساء الخيرات أهلا 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 وأنت بألب خير وصحة وعافية ربنا يباركك شكرا كلمة بسيطة تقول لقد أعد كوكبنا الأرض هذا لكي نار من نور عظيم من نجم البعيد عند محل الخارج وقصنا أيضا طبيعتنا البشرية فإن كنت تسمع لأول مرة عن الله المتجسبي على هذا وقد تبهر بهقيقة تجعلك متعجبا طول أيام عياتك وحتى إلى الأبد نعم هذا هو صلب الإنجيل فأمر تجسد ابن الله على أرضنا هذه وتجوله بوضطنا وتقديم نفسه تبيحة لله عن خطيانا وخطايا العالم أمر ألا يستحق إلا أن نقيسه بأي شيء آخر فهذا سبب وجهي لكي نفرح اليوم وفي كل يوم خلال هذه السنة المقبلة علينا نفرحوا وابتهدوا لأن هذا الإله الأبدي والأزري والتربدي قد ولد لكي يعيش إنسانا إنسانا والماء هذا إلى أبد الأبي إفرحوا وابتهدوا لأن رب هذا الكون الغني أصبح بخيرا بقي أغنينا نحن المحتدين لأن جوقة الملائكة وجند السماء رسلت نزلت من الأعالي لكي تسبح ذلك الملك الذي تنازل إلى علمنا لكي يخلصنا المجل لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالنات في المطرة وتحقية محبة لأخي العزيز نزار الشهيد شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يباركك ويعطيك الصحة والقوة أيضا أحبائي المسيح تجسد فعليا وأخذ جسد إنسان حقيقي الكنيسة الأولى كانت تحارب بدعة تسمى بدعة الغنصية لها طبعا تفرعات كثيرة لكن من ضمن هذه البدعة لا تؤمن إنه المسيح جاء في الجسد فالجسد مادة والمادي شر فابتدأت تعلم هذا التعليم ووصلت في بعض الأوساط طالما من هذا الجسد فلنأكل ولنشرب خلينا نمتع حياتنا لأن الله بهمه الروح فعالج هذه القضية يحنى وطبعا الرسل والأباء الأوائل من بولي كاربوس وأباء الكنيسة إلى المجامع الكنسية حتى يضحضوا هذه البدعة وكأنه المسيح خيال أو يعني هلامي يعني إنه ممكن تشوف صورته لكن مش مش جسد مش دم ولحم المسيح تجسد فعليا المسيح ولد في بيت لحم لتتميم النبوة المسيح لم يخلق وهذا واضح من قانون الإيمان المسيحي نقول مولود غير مخلوق فطبعا إن البدعة التي تجعل أن المسيح مخلوقا وأنه مجرد نبي ضعيف وأنه مثله مثل أي شخصية مثل آدم أو نبي نحن يعني أولا عندما تقرأ الكتب بتشوف تفوق المسيح سمو المسيح ورفعة المسيح وهذا بدون أدنى شك بس أنا بتكلم على سبيل اعتقادك يعني كيف أنت تؤمن حقيقة المسيح تجسد ولد يعني حبل به من الروح القدس تسع شهور وولد من المطوبة مريم العذراء ولد في بيت لحم فعليا اختتنا بحسب عادات اليهود قديما اختتن في اليوم الثامن وقدم في الهيكل كعادات اليهود حتى يقدموا ذبيحة ذبيح التطهير وفعلا نمى كان ينمو في الحكمة والقامة القامة يعني جسديا والنعمة عند الله والناس كان بينمو في نمو يعني بشكل متدرج من بيبي طفل لصبي لشاب يعني كان بينمو حتى يتمم مشيئة الله كان يروح كعادته على المجمع مجمع في الناصرة وهناك كان يقرأ سفر الشريعة وعندما ابتدأ خدمته كان يطوف في كل قرى الجليل كان يجول يصنع خيرا كان بيصنع المعجزات كإنسان نحن نؤمن فعلا تعب وعطش وجاع وكان محدود وكان عنده مشاعر اضطراب اضطراب بالروح وأنه كان بيمشي من مكان إلى مكان مش كان يطير لا لا كإنسان كامل كل يعني إنسانيتنا واتحد بطبيعتنا ما عدا الخطية حتى يتعاطف معنا فعل كل شيء كإنسان لكن إنسان كامل والمسيح مات على الصليب وصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني كإنسان اللهوت غير محدود وفعلا قام من الأموات في الجسد قام في الجسد مش مجرد يعني تفسير روح إلى هذا الموضوع ورح يرجع ثانية مجيء ثانية إلى الأرض كديان رح يرجع كمان في الجسد فإذن المسيح حقيقة تجسد عندما أراد أن يعبر رسول بولوس لم تسعوا الكلمات قال عظيم هو سر التقوى هاي الترنيم التسبيحة اللي كانت بتسبحها وبترنمها وبترددها الكنيسة الأولى واختصرتها بجملة واحدة الله ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا لأن الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر الذي قال من رآني فقد رأى الآب بعد سماع هذا التعليم ماذا عنك؟ طبعا امتيازات كبيرة أن المسيح يقدم خلاص بس اسمع في مسؤولية كبيرة كبيرة وخطر مخيف هو الوقوع بين أيدي الله الحي في يوم من الأيام رح يرجع المسيح كديان ورح يتواجه وجهاً لوجه ورح طعت حساب أنك سمعت هذا الكلام لكنك رفضته لكن أنا بدعوك أنك تقبل هذا الكلام وأسرع وسيلة أنك تصل للمسيح قوله رحمني أنا الخاطئ يا رب يسوع أنا بتوجك رب على حياتي ومخلص شخصي ليه وتأكد أنه بيعطيك الخلاص والحياة الأبدية وضمان الحياة الأبدية رب يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر